كانت هذه آخر كلماتها له وهي تلقي عليه نظرة الوداع الأخيرة وفي بيتها بعد أن غدر المعزين لها المكان لم تتمالك نفسها خلال الحديث عزيز وغالي على الكل عشان أنه أجب بعد 12 سنة بعد عطش وحرمان وزراعات خمسة فبعد حرمان طويل رزقت بابنها الوحيد خليل جهزت له شقة بجانبها لتزوجه فيها تسمع ضحكاته وتداوي وجعه لكن كل هذا الشعور غيبه صاروخ إسرائيلي حول أحلامهم وسعادتهم إلى جرح دائم قبل يمين لسا قطعناها قبل يمين أجل بنا وقطع وعمل هذا وشطفها ومنظفها بقول لي حلوي يما قال لي البنا ولا غير تطلع معها لها بكرة بس تخلص شوف وتفرج 16 طفلان استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطع وأصيب 151 منهم المؤسسات الحقوقية أكدت أن إسرائيل ما زالت تمارس جرائمها دون مبالات للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن حمايتهم نحن أمام مشهد بالغ الخطورة هي جرائم حرب تقوم بها دولة الاحتلال على مرأة ومسمع من العالم هي اللحظة التي تستوجب رفع الأدى وعدم تكرار المشهد مرة أخرى إذا استمر الوضع على ما هو عليه الأسوأ قادم لأطفالنا الجيل القادم جيل يعاني معاناة كبيرة سلبت إسرائيل أرواح آلاف الأطفال الأبرياء على مدار سنوات مضت ومن بقي حياً بات بحاجة لرعاية صحية ونفسية دائمة محمد دعور الغد غزة فلسطين